خلق الكون في القرآن الكريم في ستة أيام بينما جاء في صحيح مسلم رواية تحت رقم 6,985 وفيها أبو هريرة يقول أخذ رسول الله بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت عد يا أخي سنجد بأن الخلق تم في سبعة أيام ما جاش في ست أيام البخاري يعترف بأن أبو هريرة أخذ هذه الرواية عن كعب الأحبار وخباله في كتابه التاريخ كان رسول الله يدور على نسائه وهن تسع نسوة وكان رسول الله يدور على نسائه وهن إحدى عشرة نسوة كيف عرف أنس أن رسول الله عندما يدخل على امرأة من نسائه أنه انخضى حاجته معها ثم ما هي الفضيلة؟ ما هي المنقبة؟ ما هو الشرف في أن رسول الله عاشر نسوة؟ عاشر نساء هو كن تسع إذا نسازنا عندنا روايات كارثية ثم أفضيلة الشيخ عبد العزيز بيقولك البخاري أجمعت عليه الأمة ده أنا عندي كتاب حينزل قريبا رحلتي مع البخاري جاي في أراء متين عالم من علماء الأمة على مراحل التاريخ ولهم روايات نقضوها في البخاري وفي مسلم وقد ثبت أن علماء كثيرين ردوا روايات في البخاري وعلى رأسهم الإمام النووي المنهاج لشرح صحيح مسلم يقول فيه النووي عن حديث أن أول ما نزل سورة المدثر هو حديث ضعيف بل باطل نصا ولا أدري من أين اجتمعت الأمة متى اجتمعت الأمة؟ هذا كان سؤالي نعم متى اجتمعت الأمة؟ يعني اجتمعوا في مكان وفي زمان نحن لا نعرفه؟ هناك الإسماعيلي رد روايات في البخاري وهناك ابن حجر له تعقيبات على روايات في البخاري والنووي رهو روايات على البخاري ومسلم تلميذ البخاري رد روايات أوردها شيخ في البخاري والبخاري رد روايات ذكرها مسلم في صحيح ترجمة نانسي قنقر